السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في القناة تشي ماروك نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحواء ان شاء الله هجيتكم في واحد الفيديو جديد ديال الكالامار معمر او الكالامار فخصي اللي كي يجيزوين والديد بزاف وسهل وسريع دغية كي يوجد على بركة الله ندوزه بالنسبة للصوص نحتاجه الورقة تيدنا موسى او روقة ترند ثلاثة ماطيشات موين نحتاجه الوحد خيزوة كبيرة او الموين نحتاجه الربيع و نحتاجه الكرافز ثلاثة تلفصوص تعتوم هذا ما كان ندوزه بالنسبة لنا نحتاجه الكالامار نقياه الكمياء حسب الرغبة نقضي الرجيلة هنا الروز ندوز الكيمياء اللي بغيتو نعمروه به والباقي ندوزه هنا كيمياء الكفتان انتوما حسب الرغبة الملح و الفلفل اسود والكامون والتحميرا البابريكا والملح هادو تبلنا بيهم الكفتان كيفما كيتطابح لكم ها هي اللصوص جيدة و جداة سوف نضيفه نضيفه و نضيفه و نضيفه هذا اللصوص هذا اللصوص سوف نضيفه كيفما قلت لكم هذا الشيء نحتاجه نضيفه و نضيفه هذا اللصوص لنضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه كيفومدي نضيفه دريقهم ب烤ية من الركز يجب أن نخلط المكونات حتى ينسجم مع بعضياتهم هنا سنأخذ الكالامار في هذه الطريقة حاولوا لا تشركوا البنات من تكونوا تنقيوا فيه أما إلا شريتوه نقي رمدا بكم ستغسلوه مزيان وتقادوه سوف نبدو نعمروه في هذه الطريقة وحاولوا البنات لا تعمروه بزاف ناصحة لا تعمروه بزاف حين إذا عمرتوه بزاف سوف نستمرين بها الطريقة حتى نعمروه كله حتى نعمروه كاملة وكيف ما قلت لكم هنا سوف نأخذ واحد الإبرة وخيط أو لا ليكو يخضون ولا ليكو يخضون ولا ليكو يسدوه لكم زي العوات العسنان لا تشد لكم مزيان حين تنفخه من بعد مكو يخضون سوف نخيطوه بحل شكل السورجي نأخذو هكا البرام ندخلوه نهزو الخيط ونجروه من تحت الخيط بحل طريقة السورجي سوف نخيطوه كما بغيتو بحل ما يتحلش لكم حيث منك يتحل ما يبقاش المنظر دياله سوف نخيطوه كمية المنظر نضيفه هنا كمية المنظر ونضيفه في كمية المنظر ونقلوه فيه شوية ونقلوه فيه ونضيفه زبدة معلقة كبيرة زبدة ونقلوه كمية المنظر سوف نقلوه فشمال ونقلوه ماتفل سوف نقلوه ولا نصدوه موضوع بحين نقلوه حتى بحين حتى نقلوه كيف تنفخ الى عمرته كثيرا وانتظروا تحلاتي باستمرار مرحبا تقريبا 20 دقيقة اولا ممبارا على حساب يعني غي يشرب لكم هاد لاسوس مزيان صافيك اطفيو عليه هنا زيتانية هاد لاسوس طومات اللي بغا هيزيد لي ما بغاش يستغنع لها هنا هاداك الروز اللي فاتلينا وصلقنا درنا مع شوية زبدة سافينا بغيتوا تنسمون تما باش ما بغيتوا نخليتوا غي طبيعي بشوية زبدة والملح ها وادا كيفما اتضح لكم هادا الكلام اغجينا ومع لاسوس بذكي طب كي تشرب برا كيفما اكتليكم روش بس سهلة وسريعة والماضاق ما نقولش لكم كي يجي زوين بزاف سافينا كنا ندخلو هاداك الروز دينا مزيان حتى كيتشرب هاداك الروز مزيان سافي هنا كيفما قلت لكم انتوما الروز نسمو باش ما بغيتوا هنا كنبغي نخليها طبيعي معاك نزيد علي لاصوس سافي انتوما كيفما شفتو هيا لاصوس دينا نعقدات كتشرب مزيان هنا غادي نطفيو عليها انكون هنا وصلنا الاخر لافيديو غندوزو الضغيساج ها والبنات انتوما كيفما شفتو هادا هو الطبق النهائي ديال الكالامار مع عمر دينا شفتو الاصوس كيف اجت عاقدة والكالامار من الداخل كل شي طابت ديك الكفيتة والكالامار الكالامار كان نصحكم مي طيب ش بزاف راهي لا طاب بزاف كي يقول اللي قاسح كي يجبت بحل لاستيك غي شوية ونطفيو عليه كنتمنى هادا الوصفة تكون عجباتكم ونكون وصلت لكم الفكرة وشرحت لكم مزيان شكرا لكم على الدعم ديالكم اللي ايا واللي اول مراشا في القناة نتمنى يدعي اللايك ويتابونه وضغطو على الجرس باش يوصلكم كل جديد الفيديو هاد يالي ان شاء الله وشكرا لكم عليكم منطق زويني اللي كتخليوا لي وديروا لايك واشتركوا في القناة وشكرا لكم الى وصفة مقبلة ان شاء الله السلام عليكم